طيب تتزامن دكتور ولا يمكن أن تحمل الناس نعم هذه الخرقات دكتور تتزامن خاصة في حزام بغداد الشمالي تتزامن مع الاستعدادات للانتخابات هل تلمسون مؤشرات على ذلك؟ المؤشرات في كل انتخابات تتكرر بذات الطريقة أضرب لك أمثلة على سبيل مثال ناحية العبايش اللي هي آخر ناحية في شمال بغداد قبيل الانتخابات الـ 18 حصلت فيها مجدرة في قرية 14 رمضان راح ضحيتها قرابة العشرين شخص من أبناء عمومتنا قبيل الانتخابات بأيام وهي رسالة واضحة إلى حث الناس على عدم مشاركة هذه الانتخابات في غضون شهر هذا الشهر الأخير ثلاث عمليات أو ثلاث تعرضات هزت الأمن في تلك المناطق الأول كان على الأطراف العسكرية وبعض المدنيين في السور الشمالي للمنطقة وبعدها حصل اغتيال الأخ والصديق هشام الإحجازي الذي يعمل في الحملة الانتخابية لعزم وقبل الأمس حصل تعرض على قرية 14 رمضان مجددا وجرح فيها شخصين في هجوم فاضح على الأبناء المنطقة بتعرض هذا يتكرر كل وقت وحيد طيب إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الخروقات على عزم الناخبين مثلا بالمشاركة في العملية الانتخابية سيما وأننا نفتقد إلى الموضوع الثقة حاليا يعني الناس ممكن لا تشارك لغير هذا السبب يعني تخوفها من التزوير تخوفها من عدم مصداقية الدولة أو الأجزة الانتخابية في ذلك لكن أن يكون هذا السبب هو العائق في ظنيلة لأن الناس فهمت أن الذي يفعل تلك الأفاعيل هو أدفه أن لا يشارك الناس في تلك الانتخابات وناس يعني مصرة أو نقول لك ما يقوله أهل تلك المناطق أنهم مصرين على التغيير واستجلاب وانتزاع حقوقهم مهما يبلغ الثمن حتى يعني لو ضحوا بما ضحوا يعني بلاد ما تفتيتها لتحيا وضحوا دون قومهم ليبقوا الناس ضحي ليبقى غيرهم لا ينبغي لحقوق تلك المناطق أن تبقى منتزعة ولا يعني تتعرض الظلم كل فترة والناس ساكتة خلص الناس حسمت يعني المشاركة وستشارك بقوة بإذن الله تعالى طيب تحركاتكم رسائلكم إلى الجهات المعنية أنتم كتحالف عزم سواء لتعزيز الأمن العام أو الأمن الانتخابي لا بد أن تكون لكم رسائل وتحركات بهذا الخصوص أليس كذلك؟ يعني على المستوى الرسمي حصلت لقاءات بأعلى المستويات والجهات ذات العلاقة وكلما تلتقي بطرف يقول لك خلاص حسم الموضوع وسنطوع أبناء تلك المناطق سواء كانوا حشد عشائري أو حشد الدفاع كما يقال والقوام جهزت وستأتي والشهر الحالي والشهر الذي يليه وهناك تسويفة وماطلة واضحة أما على المستوى الشعبي فالناس يعني ضاقت ذرعا بالذي يجري فالناس تقول آتي إما أن تحميها الدولة أو تشارك بالحماية معها أو تتركها لتدافع عن نفسها لا ينبغي يعني أن يبقى الإنسان يعني كحال من يقول ألقاه في اليوم مكتوفا وقال إياك ياك أنت ابتل بالماء يعني ما معقول أن كل هالفترة تمضي والناس خلص يعني كل كم يوم صاير حدث تسأل من المسؤول من الذي وراء ذلك خلص إما أن تحميني وإما أن تتركني أحمي نفسي أمن الناخب وأمن المرشح وأمن المعنى بالعملية الانتخابية هي مسؤولة الدولة وقد صرح سيد رئيس الجراء أن هذه أولى مسؤولياته اللي هي إجراء انتخابات مبكرة وتوفير الظروف الآمنة لذلك